في البدء كانت الكلمة ثم جاءت الرصاصة وما بينهما تحول الحبر الأزرق على الصفحات البيضاء إلى أنهار من الدماء المستباحة عن اغتيال الأدباء والمفكرين أتحدث في ظل الأنظمة الوحشية والعصابات الطائفية المافيوية ينتعش ويزدهر موسم القتل والاغتيال للأدباء والمفكرين والصحفيين لأن هؤلاء العصابات تجد في الكلمة الصادقة والحرة خطورة كبيرة عليها لذلك تسارع لتلجأ إلى الإسلوب الذي تعرفه وتتقنه تماما وهو القتل لأن بنيتها الإجرامية لا تسمح لها إلا بالتنكيل والقمع لكل من يمتلك رؤية ورأي مختلف وناقد ومعارض عندما يقتلون الأدباء والمفكرين والصحفيين هم لا يريدون أن يقتلوا الشخص فقط هم يريدون أن يوجهوا رسالة تروية لكل من يريد أن يمشي على دربه يريدون أن يقولوا لهم دربه هو درب الدم لأننا سنسيل الدماء جميعا مقتل المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي أعاد لنا ذكريات أليمة عن اغتيال الأدباء والمفكرين هشام الهاشمي كتب عن الشيون السياسية عن داعش عن دور الفصائل المدعومة من إيران في العراق فتم اغتياله بدم بارد وأمام منزله وبطريقة وحشية طبعا هذا يذكرنا بالعديد من حالات الاغتيال مثلا العام الماضي تم اغتيال الروائي والأستاذ الجامع العراقي على مجذوب بأسلوب مافيوي وانتقامي أمام منزله نرجع شوي إلى وراء نتذكر اغتيال الرسام رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي في لندن عام 87 وكان عمره حينها خمسين سنين نروح للبنان نتذكر عام 87 أيضا الذي يبدو أنه كان عام قرارات الاغتيال وتنفيذها نشوف اغتيال في شهر شباط 87 اغتيال مفكر لبناني حسين مروي كان عمره 77 سنة منزله ببيروت وطبعا القتل تم على أيدي ميليشيات طائفية إجرامية ما تقبلت فكره النقدي الحر اللي عراها من أكاذيبة بعد أشهر في أيار تحديدا من عام 87 تم اغتيال مفكر لبناني أيضا مهدي عامل عن عمره 51 سنة واللي كان بدوره مناهض للطائفية والعنصرية والإجرام طبعا نتذكر أيضا بلبنان اغتيال الصحفي اللبناني سليم اللوزي اللي يغطيله بمكتبه وتم حرق يده اليمنى التي كان يكتب بها نتذكر أيضا اغتيال جبران تويني واغتيال سمير قصير في عام 2007 تم اغتيال الصحفي الأرمني هراندينك في تركيا وكان عمره 53 سنة تم اغتياله على يد متشدد قومي تركي اسمه أغون سماست وطبعا هراندينك كان رئيس تحرير صحيفة اسمه أكوس نروح لمصر نتذكر أشهر عملية اغتيال كانت اغتيال المفكر الكبير فرج فودا وكان عمره 47 سنة وتم اغتياله أمام منزله على يد الجماعات التكثيرية المتطرفة اللي اتخذت قرارة بقتله قتله وتكفيره ثم قتله بعد مناظرته في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة وإعلانه عن مواقفه من الإسلام السياسي طبعا بالخمسة وتسعين بعد سنوات كان فيه اغتيال محاولة اغتيال نجيب محفوظ الروائي الكبير صاحب نوبل لكن ما نجحت عملية الاغتيال ونجا بها جوبة إذن الأمثلة كتيرة وما رح نقدر نوفيها حقها بهالحلقة لكن الأهم أنه عجلة العنف والوحشية هاي عم تجدد حالها مع كل دورة وعم تنتقل من جيل لجيل من المتوحشين والظلامين لأنه ببساطة القاتل يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يواجه من يغتاله بالوعي بالحقائق بالفكر بالوقائع بالحجة لذلك يمضي في درب الدم الذي اغتاره ويسيل الدم لعله يسكت من يريد أن يمشي على هذا الخط لكن الرصاصة موجودة والكلمة كما كانت في البدء ستبقى ولروح من رحل السلام ولنا انتظار طلقا في منتصف الجبين نلتقي على وعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر